مرحبا اخوان العزاء في هذا الفيديو راح نتعلم شون نقدر نحديث البايوس لماذر بورد اذا كان على سبيل المثال المعالج ما يتوافق وياها او يتطلب الماذر بورد تحديث هل تتوافق المعالج على سبيل المثال عندنا ماذر بوردات البي خمس مئة وخمس مئة وخمس مئة وخمس مئة وخمس مئة وخمس مئة كما لا يشتغل مع معالج الريزن جيل 5 مثل 5600X في تطلب شنو نحدث البايوس بس احنا شنو مشكلة الماذر بورد اصلا ما تشتغل عدنا يعني من نربط القطع ونكمل ونشغل مجرد ما روح تفتر مجرد ما تشتغل بس ما جاي يعرض اي شيء الكارد الشاشة ما جاي يعرض اي شيء هاي تحتاج تحديث البايوس على الاغلب شوان نقدر نحدث البايوس طبعا نحتاج اول شيء USB flash لاش هاذا لازم خلي عليه البايوس مع الماذر بورد بالنسبة لشركة MSI انا مثلا اكتبت الماذر بورد معالتي اللي هي MSI Gaming P550 ايبرو افتحها اكو خيار اسمي كومباتيبولتي هذا كومباتيبولتي هو راح يقل لنا يا اصلا مان بورد يترافق المعالج داري دارنا على سبيه مثلا انا جبت المعالج 5600 اكتب ان انا 5600 وطيب احث شوفها ال 5600X يقول المعالج للتحديث البايوس المترافقية هو هذا 7C556 اكتب اما حمله منه او اقل داونلود داري داونلود واختار البايوس ودرع البايوس على الزر السابع اللي هو هذا اقل داونلود طبعا بعد ما راح يحمل ويخلص ها من الظهر عندنا هاس كل هو طبعا منه في البايوس كل شركة مثلا msi aces gigabyte تطلب صيغة معينة حت نقدر يتعرف عليها مدربود وغياطارها طبعا هنا نكتب احنا اه نشوفها احنا بالفيديو طبعا كل اه قلنا كل اه كل مادربود وصيغة تعريفية خاصة بيه هاس نجيب السابع بالنسبة لل msi msi نسمي الملف داخل البايوس الداف المجدحة منها منها يصيغة الى صيغة msi.w يعني سبيل المثال هذا عدنا ملف يعني داعدي مدربود msi جسمي جابتلاتا طبعا msi.w دي موافق النوبة اضيفة للفلاش بالنسبة للشركات الثانية اه بالنسبة للشركة اسروك اسروك نسميها بها يصيغة creative.ro c-r-e-a-t-i-v-e بالنسبة للجيجابايت نسميها بها يصيغة gigabyte .bin هذا يعني شكل عام اعتقلي بايوس الاساس بعد نسينا بالنسبة للاساس الصيغة ماته هي اه بنامج اسمه bios renamer دوسها عليك الكيكيا راح يسمين الملف ان نريد الصيغة .cap .cap بعد ما كمناها الخطوات الثلاثة قبل انضيف الفلاش الفلاش لازم نسوي لفورمات من سوي لفورمات لازم نخليه بصيغة 30 لان المضاربولت ماتعرف على الفلاش اللي كنة صغرة 20 30 ب بسلاش يعني شونطيجة بسيطة مجرد عسيب مثال حسنا هذا عسيب مثال على الفلاش مثلا جزء اليت الكامل من نقلة format اختار فات 32 صيغة مرتين ومن جيد اختار فات 32 تنحل يعني بعض الاحيان شنو يفضل يفضل تحويل صيغة الفلاش من جي بي تي الى ام بي ار شون يحول من جي بي تي الى مي ار ضيغة سهلة جدا هاي الخطوات اول مرة اكتب 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 وابدي اكتب اكتب اول مرة list 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 enter اكتب 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 ضيغة ثمانية يجارة. فأقل إضافة select disk. ولكن هنا الآن قصد رغمان. مثلا سانر disk أبو هذا الواحد تيره. يعني كنتب مثل مستر نوب الثاني يختار. اختارته. ورها مختلفة أقل إضافة clean. ورها ما أقل إضافة clean أقل إضافة convert MBR. نوب إضافة exit. طبعا بدون نشارع هنا مثلا. هاي الصورة توضحها. ترسل بالضبط. ورها. كما كان من هذا الشي. راح شنوه. ها طبعا راح يكمل هو الخطوات. راح ننسى الشي السوي. ندوس. 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 ندوس كلكة من يقول. disk management. واذا عندك Windows 7. نتقول create. تكتبس create and format على disk. موسيقى. انت اختاره. راح التالع لك هاي القائمة. هاي يطالع لك het disk. لذا سوى واحد وسلثاني. ما قلنا نستطيع فعلات السي. ندوس. jean. هيا أنا راح تحد الصغر يفضل يفضل تخلي الصغر خليه مثلا ثلاثة حقيقة يعني ما تاخذ اللغام كيلي للمراد ما تعرف أي مدود تخليه ثلاثة حقيقة تقريبا يعني ثلاثة صفر 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 تقليل نيكس طبعا هنا أتعلم بلوم مشكلة هنا طبعا تخليه فاثين ثلاثين تخليه فاثين ثلاثين تخليه السيروات فاثين ثلاثين تخليه فاثين ثلاثين تمام نجي المحل ثاني هي نربط الماذر بول مانتنا طبعا ننسى وحنا شو نربط الماذر بول مانتنا مجرد نجيب البور سابلاي نربط أي الكابل ما الماذر بول اللي هو هذي يصير هاي بي بالناطس تعتقد أبو عشرين بين أو ستعاش ما متأكد ونربطيه كذلك ال سي بيو بين البور سابلاي اللي هو هنا يصير مكانه نقدر ننخلي المعالج أو ما نقدر نخليه فاثين ننخلي المعالج تخلي المعالج هنا وتخليه فاثين مرواحة وتربط المرواحة ورا ما تربط المرواحة وتكمل وش نسوها السابع ديان ونخطو الراها المكان طريقة الفلاشمارتة بالنسبة للMSI هاي اللي يديكم هنان الزر يستير بالMSI فحنا نربط الفلاش دائما بالماذر بورد يجويا كتالوك يقليك وين المكانه تربط بالفلاش اللي هو الخاص بالبيوس هو هنا على السابع المكانه تقريبا جوا رحكي سروه مجرد نغطي المدربورد ورد البواسط لي نظل نضغط طبعا نضغط على هذا الزر بصفرنه بس هو ظهر نسوي السكيب لها الخطوة بس بعيد تقريبا نشهد دقيق ثانيتين ونهده نوع بظل الضغط الفلاش يظل يلمض وما يظل لمض الفلاش يظل يشترى البلوب أبيض بالمدربورد لننتظر هذه فترة تقريبا بس طبعا حذارة حذارة من أن تنضف الكهرباء وينقطع التيار أثناء عملية أريث البايوس لنحتمال كل شي بيتضغل المدربورد وتحتاج تدخل يعني لازم واحد خبير اللي حالها صيان يعني تقريبا عشر دقائق منها لمن البايوس يطفى المواحس هي طبعا تشترى البلوبوب والمدربورد والمدربورد تشترى البلوبوب تفترى لما تفترى البلوبوب تقريبا عشر دقائق يطفى هذا الضغط وكفت المدربورد ومنها لمن هذا الفلاش يظف تقريبا عشر دقائق يجب أن تفترى البلوبوب ورغم أن نكمل الفلاش نربط المدربورد الضغط في الشاشة والجسم ورغم أننا حدثت المدربورد نربط الفان كذلك يعني نربط المحتويات اللي هو المكونات بالكمبيوت فكية ونشغل طبعا بداية الأقلاق يعني لما يتجهز بالنسبة للمعالجات يعني لما يتجهز المواد وعالج وما يتجهز الإعازات تقريبا ندخذ لها بالخمس دقائق عشر دقائق بس وراء فترة كيد رح تعرف نشوف اللي بلوبوبات اللي بل المدربورد كلها رح تعرف اللي بلوبات يصير على الجهة لي منه معالامة الـ CPU ومعالامة الـ VGA والغام كلهم يظون يظون ويختفن معناه دلاء انشترات المدربورد مرات ما تعرف علي المونيتر من اول مرات فاشنسا نفس الكابل HDMI من المعالج من الكارد الشاشة من المونيتر ومن ابراج عمرة ثانية انت تعرف عليه واتمع عمارية رائع رأس